طيب موضوع الحقيقي النهاردة وانا بقى رأى يعني عجبني قوي لان احنا عملنا حلقات كتير 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 ومن خبش عليكم احنا بنتعب برضو بنعمل مجهود فريق الاعداد معنا عشان نلاقي موضوع ما اتكلمناش فيه قبل كده او موضوع اتكلمنا فيه قبل كده بس ما تناولناش جوانب مختلفة منه تفاصيل مجهود كبير الحقيقة لكن الموضوع ده اول مرة جديد يعني بسلوفانتو كده حاجة اسمها الذوابان الزوجي او فعلم النفسي يعني ده مصطلح نسمينه الذوابان الزوجي وشخصيا انا عن نفسي اول مرة اقرى المصطلح ده واعرف انه موجود وعايز يقول ايه المصطلح تساكنين الفيلم بتاعة التلاتة يشتغلونها اه طبعا اما كانت ياسمين الفنانة الكبيرة الجميلة يعني انا بادعالها يا رب ترجع بقى السلامة واحسن واقم الاول كمان كانت بتلعب دور بنت معندها الشخصية كلها تعرف واحد شخصيتها تتحول نجيبه 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 اعرفت ايه بالظبط كده اعرفت ولد محافظ بقت هي محافظة وملتزمة صح اعرفت ولد متفتح والاباجورة دي كمان حرارة ايه اعرفت ولد متفتح بيسهر بقت بتسهر ولبسة البنك اللي مش عارفة عاملة ازاي وبقت بنت الكون اعرفت الولد الشيوعي قلبت زيه وبقى عندها نفس الاتجاهات والافكار والحقيقة انه الظاهرة دي موجودة في علم النفس دي الزوبان بقى الزوبان الزوجي يعني لما تتجوزي يا رابي صح تبدأي تتطبعي على طبعه تحب اللي بيحبه وتكره اللي بيكرهه تفكري بافكاره وتعتقدي بمعتقداته والحقيقة انه انا معرفش هي الظاهرة دي وحشة بس ولا فيها جوانب كويسة ولا حلوة بس ولا فيها جوانب وحشة يعني هل هي انا مش عايزة نسبق الاحداث ونحكم عليها انه لا او لازم نبقى اندبندنت ولينا افكارنا يعني المرأة القوية المتحررة قوي هتجري تقولك كده صحيح ان احنا لو نتأملها شوية نلاقي انه لا فيها كتير من الزكاء طبعا فيها كتير من السياسة والدبلوماسية بس هي مبدئيا كانت عند نجيبة هي ما عندهاش ثقة هي منصحة ولا عندها ثقافة فمعندهاش شخصية هي منصحة فعلا فهي يعني اطبعت بيطبع الاخرين كده لكن مش عن اقتناع لا هي نجيبة دي بزداد خلول بس نتكلم عن نجيبة لانه علشان ولادنا اللي لسا مخلصين سنوية عامة ودخلوا الجامعة دايما متحصل لنا الازمة دي احنا بنبقى خارجين من هنجيب كمف المية في السنوية العامة فبتبقى دماغنا كلها المذاكرة بس الدراسة بس وضغط بابا وضغط ماما وضغط المجتمع وده فابا متخش الجامعة بنتمرمك شوية في الغسالة اللي هي ايه نجيبة واللي حصل لها صح لكن خلونا ناخد من ده من روح ده الطرح اللي طراحت وهي دي ناخد من روح ده ونروح لحياتنا الزوجية بقى واللي هي الزوبان الزوج وزي ما انت قلت هو مش كله سيء طبعا يعني ان انت تخشي في منظومة الجواز وتبتدي تشغالي دماغك وزكائك زي ما انت بتقولي وتاخدي طباع وتتطبعي مع جوزك بحاجات شبهك حاجات شبهك مش عكسك عن التقتناع اه يعني تبقي ايه؟ عشان شبهك هتبقى عن اقتناع اه يقول دايما فيه حتى كلام الكلام شعبي وحكا مش عبيه يقولك ايه؟ طبعوا على بعض بقوا مشكل بعض ده مش معناها انها سيت منصحقة طب لو حاجات مش شبهها يا شيري وعن اقتناع ان الحياة تمشي زي لا من باب ان تكبير الدماغ ويلا وهيعيشها والسلام ده خطر على علاقته ليه بقاه؟ ده خطر لانه ممكن اول مطاب بزبط لا ده خطر تكبير دماغ العلاقات خطر طب سؤال انا اسف شيري هل ده يعجب جزها؟ اه ان هي طبعت بقى بطبعه؟ اه يريحه يريحه طبعا اه لما تاخدش لما ما يبقاش ضد طبعتها يا سامح لا ممكن ما تبقاش يميل يميل من ايه؟ من ان هي على طول وراها على طول حضر سساي انت صح يا سساي لان لو انا عارفها انها مش صاحبة الحاجات دي مش صاحبة الطباع دي انا احب فيها الشخصية اللي بتمثلها لا معلش انا بتكلم عن شخصية مش الحقيقية لا نفصل بس بين حاجات الست المنصحقة غير والشخصية الاعتمادية والشخصية متعبة حتى لو هي بتقوله حاضر ونعم اللي تشوفه حاضر ونعم ده بعد شوية يزهق طبعا طب هل دي مش ست اعتمادية اللي هو يعمل كل حاجة وهو اللي يتصرف وهو اللي يروح وهو اللي يجي لا اللي يقوله لا لما ارجع له لا لا ما هو ده دوابان الزوج ده دوابان ودوابان ودوابان ده مسحق ودوابان ودوابان انا انتهيت كده انا انتهيت كده عن ست زكية عرفت تفهم جزء اه فما بترهكوش ها فيه ستات صدميين امم لا انا مش هغير طبعا لا انا كده الندية كتير ندية طب بس معلش لما نسحى من النوم ممكن ما نبقاش معالينة التليفزيون لا بس انا بحب كده انا طول عمري كده وده طب ايه طب ممكن نعمل كزا هي لازم تبقى تبقى مارينا مع جزء صح وهو كمان وهو طبعا بس الست برضو بيبقى عليها عوامل كبيرة اكتر امم انا ما بقولش انها تبقى اه 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 ستة منصحقة ما بقى متبقاش ستة اعتمادية انا بقول انها تبقى فاهمة زكية فهمة طبيعة الراجل ده وعارفها تدير شؤون بيتها لأ وليه انا ما اختارش جوانب اقدر اتطبع فيها بطبعه بالفرق يعني ليه انا ما نقيش لنفسي كده اربع خمس حاجات اه ممكن اغيرهم فيها امم واتشبه بيه فيهم امم وان ان دي حاجات سهلة اقدر اعملها امم وانها تفرق كتير في علاقتنا امم ليه انا ما اعملش كده وليه انت ما تعملش كده احد علاقة صحححح تنقيلك كده اربع خمس حاجات مثلا مراتك بتعملهم مش شبهك بس حلوين مش وحشين والله ممكن اجربهم وتعملهم على فكرة الذوابان الزوجي ده ده من الطرفين صححح وما يبقاش فيه قهر انا لامس بقى يعني انا دي ضد شوية الرجالة امم انا يعني لامس ان ممكن يبقى فيه قهر شوية انك لازم تتطبعي باطباعي خاصة لو دخلنا الاهل مثلا انا في بيت اهلي لازم تدخل المطبخ مع ماما عشان مش عارفت تطبخي او تساعدها في الطبيق او تغسيل معين طب هي مش حبة ده او مش عايزة ده او طباع اهلها مكانش زي طباع اهلي مهين ازمة بتحصل لازم يقفيه زكاة خلي بالك هي الازمة حصلة من وقت الخطوب هي بتدي تطبع وتعمل اللي هو على مزاله بتمثل لما بتمثل ما هي عايز تتجوز ما هي عايز تتجوز عايز جوازها تمشي عايز تتجوز عشان تلحق تخلف مع احنا المشكلة ان احنا يبقى الاهل بقى يا شيري من الجوز تحت ضغط ضغط حاجات كتير ضغط الاهل وضغط المجتمع وضغط ان انا عايزة اخلف قبل ما اوصل للتلاتينات عشان هالحق رب العيال واخويهم تفاصيل كتير فهي بتتحول تبقى بني قدمة مش هي مش هي دي طبيعتها هي رجعت بقى طبيعتها يمتقى بعد الجواز هيقولك ايه اتغيرت هي واتغيرتش هي هي رجعت لطبيعتها هي رجعت هي بقيتها ما هو الطبيعي اغلب والتطبع بقيت حصبية اول هي اصلا عصبية بس هي كتبت مثل هي بس بتدخل في كل التفاصيل هي كتبت كده بس كتبت مثل يعني هتلاقي اذا احنا هنرجع برضو لموضوع الاهل برضو يا شيرك لازم نربي بناتنا ان هما يبقوا يعني صاحبات شخصيات مستقلة طبعا وقوية مش مستقلة اللي هي صدامية زي ما احنا بقولنا لأ تبقى زكية تبقى مش اعتمادية طب انا اقول لكم دراسة طبعا اول لو في خناقات او في فقدان زوج او بتاع بتلاقيها هي ضاعت طبعا انتهت لو الراجل ساعدي بقى عايز ستة بقى هو في الشغل وعرف ان امور بيته ماشية طبعا مش كل اللي هم على الماء لو هم ليه بتجوزوا عشان يكملوا بعض واتشت ما تخليش حاجة تفوتك